ياريت يكون لازم يكون في وقفة في هذا الموضوع طيب احنا حقيق ملف سوق السيارات بقى انه فترة بتكلماش عنه قلنا الرائب الاوضاع لكن سوق السيارات من السوق الغريبة على رغم ان تباطق المبيعات الا ان زواهر غريبة بدأت ترجع تاني الاوفر برايز الوفرق السياة اللي بتعمل بدأت يرجع تاني منتهى الاستهانة بالناس عايز اقول كلمة للناس اللي مستعجيات تشتري عربية جيل ليه تستعجلوا اشتروا بالراحة تشتريش عربية دلوقتي كده كده عربية 2019 موجودة و2020 موجودة ده كانوا كنا قلناها بكده السلفات لكن بعض الوكلات بيصروا على تحدي الناس مش عايزين يخفضوا الاسعار للحد العادل والمقبول عن رغم حدوث احداث جوهرية منها نخفض الدولار باكتر من حوالي 13-14% لغاية دلوقتي من سنة 2016-2017 قبل كده كانت دي حجتهم الدولار سائروا عالي الطريف في الموضوع واللي يضحك وفي نفس الوقت يحزن لأن نعرف قد ايه يعني وكلات السيارات بيتعامل باستهانة مع كل حاجة تخيلوا ان في بعض وكلات السيارات عرضين عربياتهم في 2020 والدولار بقل من 15 جنيه و70 قرش باسعار اعلى من اسعارها في 2017 اللي الدولار فيها كان ب18 جنيه يعني الدولار نزل صالح الحيطان الكبر للأسف عن رغم من كل ده اللي كمان انهم بينزلوا السوق المصري اردأ مواصفات الامن والسلامة في العربيات وبنلاقي كمان الدولار بينزل ويجي واحد يقول لك ايه العربات مش هتنزل يا جدعان دولار ايه وبتاع ايه هو يقول لك واحدة يخوفنا بقى يقول لك ايه اصلا العربات لما هتخفض هتخد ده معنى انه مواصفات الامن والسلامة كمان هتقل هو اصلا فيه مواصفات الامن والسلامة في العربات اللي بتجيبوها وبتبعوها للمصريين معتقدش مفيش توكيلات كتير بتخفض وتعمل بورباجان ده بعد كده رح تراجع ترفع السعر تاني الله ده انتو بتلعبوا المستهلك بقى عشان كده احنا بنقول لك لازم تأجل قرار الشراء اي عربية جديرة دلوقتي اسباب حقية من ناحية الاقتصادية انتو عارفين زي ما قلنا بلكده هنقول تاني ان احنا ان شاء الله سعر الفايدة خلال الستة شهر الجايين دول مرشح للانخفاض من واحد نص الاثنين في المية على اقل التأدير ده طبعا هينفع في حالة عربيت حضرتك لما تشترى بالتأصيد يعني هتوفر لك عشرات الالاف منه جنيهات في العرفعية عربية ثمانة تلتمية الف ده واحد تاني حاجة الدولار هيوصل التراجع ما بين خمسة ستة في المية كمان خلال 2020 تالت حاجة تأثير العربيات اللي جاي من تركيا اللي هيبقت زي وجمارك ودي عربيات اللي لها مركة شير عالي في السوق المصري لما اسعارها تنزل هتخيل اسعار التانية تنزل السبب الرابع والمهم جدا هو تراكم المخزون من العربيات عند التجار والوكلة من موديلات 2019 و2020 وفي بعض عربات 2018 هاي وكلها على شهر ستة اللي جاي هتبدأ الشركات العالمية اللي لانا عند اشكال الجيدة لعربيات هم موديلات 2021 اللي بالتأكيد هيكل لها اشكال وخطوط مختلفة كل دي اسباب واقعية وقوية تخيل نأجل قرار الشرق لغاية لما يبقى في سعر عادل للعربيات لغاية لما يبقى فيه مواصفات محترمة العربيات وكملوا مصريين في حملتكم خليهم يتعلموا ازاي يحترموا المستهلك المصري اللي بيدفع دم قلبه عشان يركب عربية للأسف بيبعولوا كمان عربية مش محترمة وبنقول تاني خليها تصدي كمان وكمان لغاية لما يبقى خرط طيب احنا كنا الاسبابيين